موسيقى ذكرت رويترز أن الجزائر طرحت مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلب من منشأ اختياري نقلا عن تجار أوروبيين وقال تجار أن المناقصة تتضمن شحن كميات القمح في ماي وجوان وفي المناقصة السابقة للقمح الصلب في ديسمبر 2014 اشترت الجزائر 100 ألف طن بعدما طلبت شراء 50 ألف كما استلمت الجزائر نهاية سنة 2014 حوالي 400 ألف طن من القمح الصلب اشترتها من أسواق أوروبا الشمالية ودول بحر البلطيق بقيمة إجمالية قريب 100 مليون دولار هذا ويعود السبب الثاني لإقدام الجزائر على طرح مناقصة اقتناء كمية من القمح الجفاف الذي عرفته الجزائر خلال الأشهر الأخيرة وندرة الأمطار مما أثر على محصول الحبوب مع بدء عمليات الحصاد في ولاية الجنوب ارتفع مؤاشر سعر المستهلكين في الصين إلى 1.5% في أفريل بالمقارنة مع عام مدى مخالفا توقعات السوق ومعززا للمخاوف بشأن الضغوط التدخمية والتي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تخفيف السياسة وكان محللون قد توقع ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين إلى 1.6% مقابل 1.4% سجل الشهر السابق فيما أكاد المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر سعر المنتجين استمر في نتاق سلبي للشهر السابع والثلاثين على التواري متراجعا 4.6% ومواصلا لنكمش المصانع لأكثر من ثلاث سنوات وكانت سوق توقعت هبوط أسعار المنتجين 4.4% على أساس سنوية بعد تراجعها 4.6% في مارس فشل الدولار الأمريكي في السعود أمام سلة من العمولة الرئيسية بعد تقرير متباين للوظائف في الولايات المتحدة زاد الغمود الذي يحيط بموعد زيادة مرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية لكن ما كسب أمام اليورو سعادة العملة الخضراء على الارتفاع وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 223 ألف وظيفة جديدة شهر الماضي بينما هبط معدل البطالة إلى 5.4% وهو أدنى مستوى في سبع سنوات وسعاد الدولار أمام سلة من العمولة الرئيسية عقب صدور بيانات الوظائف مع تراجع اليورو عن مستوى 1.12 دولار إلى أدنى مستوى للجلسة عند 1.1279 دولار لكنه تخلى عن موظم مكاسبه مع استيعاب المتعاملين التفاصيل السلبية لتقرير الوظائف سجلت أسعار برانت للعقود الأجلة أول خسالة أسبوعية في شهر مع عودة القلق إلى أسواق النفط بشأن وفرة الإمدادات العالمية لكن الخام الأمريكي وصل السعود لثامن أسبوع على التوالي مدعوما ببيانات نمو الوظائف وبدء موسم الأعاصير وسعادت أسعار النفط بلا توقف يذكر على مدى الثلاثين يوما الماضية مدعومة بتراجع الدولار ومراهنات على أن تحسن الطلب في الأجل القصير سيؤدي إلى انحسار التخمة المعروضة وأنهت عقود برانت لأقرب استحقاق أن جلسة التداول يوم الجمعة منخفضة 15 سنة أو ما يعادل 0.20% لتسجل عند التسوية 65.39 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على خسارة قدرها 1.6% وكان برانت سعد على مدى الأسابيع الأربعة السابقة مسجلا مكاسب بلغت حوالي 20% هذا وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 45 سنة أو 0.76% لتبلغ عند التسوية 59.39 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع مرتفعة 0.4% في ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب والتي بلغت 32% موسيقى موسيقى موسيقى